بعد عرض فيلم بلاك ويدو أصبح لكل عضو من أعضاء الأفنجرز الرئيسيين على الأقل فيلم واحد ببطولة منفردة وده دفعت جيرمي رينر اللي بيقدم شخصية هوكاي إنه يطلق تصريح رسمي قال فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بيكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو بلاك ويدو بلاك ويدو هو الفيلم رقم 24 في عالم مارفل السينمائي وهو الفيلم الأول في المرحلة الرابعة وأحداثنا بتحكي عن اللي ناتاشا رومانوف كانت مشغولة فيه في الفترة الزمنية ما بين أحداث سيفل وور وأحداث انفينيتي وور فبعد ما نجحت في الهروب من تيديس روس بتتجه للنرويج وهناك بيحصل تواصل ما بينها وما بين يلينا بولوفا اللي تربت معها في طفولتهم زي ما يكونوا أختين وتمرنت معها في المشروع السوفيتي لإعداد الأرامل السوداء اللي بيحمل اسم الغرفة الحمراء بولوفا بتطلب مساعدة رومانوف في إسقاط مشروع الغرفة الحمراء وتحرير كل الأرامل السوداء وتحولهم لأرامل بيضاء أنا آسف النقطة حكمت معلش وتحقيق الهدف ده حيتطلب مواجهة مع قائد المشروع جنرال دريكوف وسلاحه ألف التاك المتمثل في القاتل الغام التاسك ماستر ولكن الأهم من كده هو إنه حيتطلب مواجهة مع الماضي ماضي رومانوف وبلوفا والعيلة اللي تربوا فيها فيا ترى إيه اللي حيحصل فيلم بلاك ويدو عامل زي آخر ماتشف موسم فريق كبير بعد ما كان حقق اللقب بالفعل مش فارق كتير لو كانوا يخسروا أو يكسبوا فرصة كويسة عشان نكرم اسم كبير مش هيكون معانا في الموسم الجديد فرصة هيلة عشان نقدم وجوه جديدة ممكن نعتمد عليهم في المستقبل وفرصة كويسة عشان نبعث بعض الرسائل السياسية ونسجل بعض النقاط مع بعض الشرائح من الجماهير بس الأهم من ده كله هي إنها أفضل فرصة عشان نريح العناصر الأساسية ده طبعا عمره ما كان بيمنع العناصر اللي في الملعب من إنها تقدم أفضل مباراة ممكنة في ظل الظروف المحيطة وده بالضبط اللي بيحصل في الفيلم فريق العمل بيقدم لنا أفضل واجبة ممكنة من بقايا مكونات قصص مارفل شرير شبه كل الأشرار بتوع أفلام كابتن أمريكا تهديد كبير متمثل في جندي خارق مايفرقش أي حاجة عند وينتر سولجر أو جوست مادة معينة بتدي أفضلية للجانب اللي بيمتلكها شبه أي مادة في أي فيلم من أفلام مارفل وبعض الالتواءات والتقلبات اللي جايلنا إعارة من فيلم كابتن أمريكا عند وينتر سولجر من الآخر يعني قصة مفيهاش مكون واحد ما شفناهوش قبل كده محقون فيها عدد كبير جدا من مواجهات الأكشن اللي ليها لازمة واللي ملهاش لازمة ده بجد على فكرة واحدة من أفضل المعارك اللي في الفيلم مفيش سبب واحد يخليها تحصل بس للأمانة الأكشن كان جامد في مجهود واضح في تصميم كل المواجهات بحيث ما يبقاش فيهم أي تكرار فريق المخاطرات رائع وقدم عدد كبير من التسلسلات المدهشة بينما فريق البطولة ما عملش أي حاجة غير أن يبقى شكله سكسي أو بيدحك في بدل القتال بس دي الخلطة المعتادة بتاعت مارفل تصوير جيد جدا منتاج جيد جدا توظيف موفق وغير محسوس للمؤثرات والخدع البصرية يمكن بس المواجهة الأخيرة المبالغات فيها وصلت لدرجة مرتفعة شوية درجة دفاستان دفوريوس للأمانة ويمكن ده يكون الجانب السلبي الوحيد في رأيه في مواجهات الأكشن وعشان كده بيفضل واحد من أفضل العناصر اللي كانت موجودة في الفيلم بصحبة كما ذكرت اللاعبين اللي كانوا في الملعب فيلم بلاك ودو فيه عدد كبير من الشخصيات اللي ما شفناهاش قبل كده بجانب الشخصية الرئيسية اللي مش مفروض نشوفها بعد كده والتركيبة دي كان فيها كل حاجة فيها بطلة صاحبة قصة غنية وتاريخ طويل فيها شريكة للبطلة في التاريخ ده بصراء مساوي ومستقبل واعد داخل العالم بتاعنا فيها عنصر الغموض وعدم وضوح النواية وفيها الفكاهة والحضور الخفيف على القلب وفيها التعائدات الكافية ما بين كل العناصر دي اعتقد من الصعب قوي اننا نختلف ان افضل شخصية في الفيلم هي أليكسي شوستاكوف او دا ريت جارديان اللي جسده ديفيد هاربر دي واحدة من المرات اللي بيكون صعب جدا اننا نفصل الشخصية عن اللي بيجسدها لاني مستحيل اتخيل اي حد تاني بيقدم الشخصية دي كوميديا منعشة بتظهر في اي وقت ومستحيل المشاهد يحس ان الوقت ده غير مناسب احنا امام شخصية المفروض انها لجندي خارط مع ذلك الصفة الرئيسية اللي بتميزه هي الطيبة داخل فيلم كتير من الوانه بهتانة جدا ديفيد هاربر بيبرز كلون من الصعب جدا اننا منلاحظوش فلورنس بيو ممتازة جدا في الفيلم واضافة هيلة لمستقبل الخطط المارفلية لانها برضو عنصر منعش لماركة البلاك ويدو عندها فكاهة وعندها دفقة اكتر في تاريخ الشخصية بيقابل السقوع النسبية اللي البلاك ويدو التاريخية بتاعتنا اتقدمت فيها احنا عندنا تاريخ طويل مع سكارلت يوهانسن في الشخصية دي شفناها وهي بتكبر وبتتحول من شخصية جانبية ما احناش عارفين ليه المفروض نهتم بيها للاعبة رئيسية اتصدمنا لما جيه موعد رحلها مش شايف ان فيلم بلاك ويدو كان افضل وداع ليها بس على الاقل هي عندها وداع وقدمت افضل ما يمكن فيه الدور والباقي بقى على اللي شحنوا على المسلسلات صعبان علي قوي الجدع ده قصة فيلم بلاك ويدو ما هياش حلوة وما هياش ممتعة الشرير بتاعنا فقير جدا ويفتقد تماما للحضور رغم ان اللي بيقدمه هو ري وينستن وده ممثل مش هين اطلاقا فلكم ان تتخيلوا قد ايه الشخصية كانت وحشة تهديد مش قوي ومش متير للاهتمام الاكشن ساعدني كتير على اني اتحمل الفصول المختلفة للفيلم وتركيبة فريق البطولة عدلت الكافة الى حد كبير في تجربة المشاهدة مخرجة الفيلم كيت شورتلاند جاية من الخلفية الادبية والفنية في صناعة الافلام لذلك ما ظنش ان ليها مساهمات كبيرة اوي في جانب الاكشن وعشان ده فيلم من افلام عالم كيفن فايجي السينمائي ما ظنش ان كان ليها كلمة كبيرة اوي في فصول القصة لكنها خلت الدراما افضل وساعدت في ان المشاعر تبان حقيقية واعتقد ان ده كافي جدا عشان نقول ان تجربتها كانت نكحة تقييمي لفيلم بلاك ويدو هو 6 من 10 باي باي انا كاجة باي باي في ريفي سلا كانت هتيجي في المروحة مناقشة الحلقة ايه هو اكتر فيلم مترقبين وما بين افلام المرحلة الرابعة في عالم مرضل السينمائي ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات او البول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو انستجرام وبي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة